سبعة وأربعة دقائق أهلا وسهلا ومرحبا بكم هذه على مسؤوليتك موعدنا اليومي في حوار يومي كل يوم سبعة حتى الثمانية على ديوانة فاهم صوتكم سمح مفتاح مقدم الويكرو فاروق لغان فاروق في الإخراج حسام في الديجيتال هودا وصلي في الأعداد أسألتنا هي محاولات متتالية لكشف الحق الأقل للبحث عن التفاصيل الخفايا والخبايا وبشنفى مبرشة من الحقيقة هي محاولات يومية الأسألة من جهتنا وكل ما يقوله ضيفي هو على مسؤوليته وسعيدة جدا باستقباله اليوم هو السفير السابق والديبلوماسي أحمد ونيس سيدة أحمد مرحبا بيك أهلا وسهلا مرحبا مرحبا بيك سيدة أحمد ونيس نمشي وسان ترانزيسيون لحل الدوسي حل الدوسي حل الدوسي سيدة أحمد ونيس سيدة أحمد ونيس فرحانة برشة باستقبالك بحثنا اليوم خطر عندك مديدة ما شافنيكش في دي بلاتو متاع إذاعات ومتاع تلفزة بطبيعة تصريحاتك موجودة وما أحواجنا لتصريحات متاع نسي كيفك لكن سعدت جدا باستقبالك بحثنا وبعد ما برمجنا الانتغيون تاليوم اليوم سيدة أحمد ونيس هو أداء اليمين القانونية لمحمد محمد سفير تونس سفير الجمهورية العربية السورية لدى الجمهورية التونسية أحمد محمد محمد أدى اليمين القانونية سفيراً لسوريا لدى تونس بديت الأمور تتحلحل على مستوى العلاقات الدبلوماسية التونسية السورية وشفت لك تصريح سيدة أحمد ونيس قلت فيه بأن عودة العلاقات الدبلوماسية التونسية السورية هو أهم حدث ممكن منذ تولي قيس سعيد للرئيسة تضر الله سيدة اللي قلت بالضبط هو أهم قرار اتخذ الرئيس قيس سعيد منذ تولى النيابة متاعه أهم قرار في السياسة الخارجية كان إقرار عودة العلاقات الدبلوماسية ونحن الشعب التونسي رحبنا بالقرار هذا واستضفنا وزير الخارجية السوري الذي أدى زيارة إلى تونس إذ ذاك بعد أن زار الجزائر وكان إذ ذاك الجزائر تستعد لإقامة القمة العربية قمة الجامعة العربية في العاصمة الجزائرية فأعدادا لتلك القمة الجزائر استدعت سعت إلى إشراك سوريا واستضافت وزير الخارجية طبعا وأثناء تلك الزيارة بعد الجزائر زار تونس وكان زيارته بالنسبة لنا عودة إلى حالتنا الطبيعية ونتمنى كل التوفيق والنجاح لإخواننا في سوريا وبالنسبة لنا المقاومين الحقيقيين في تاريخ النكبة اللي نزلت علينا منذ أكثر من ستين سنة هما الشعب الفلسطيني والشعب السوري المقاومين الحقيقيين منذ ستين سنة هما الشعب الفلسطيني والشعب السوري نعم نعم وما نخليوش بهم لأن وقت نخليوه بإخواننا خلينا بهم تعتبر أنه تونس خليت بهم السوريين سيد الحمد وناس اللي عملوا منصف المرزقي سنة 2012 قاسي وظالم وخارج عن الهوية التونسية يصرح بلسانه وهو رئيس الجمهورية يقول طرت سفير سوريا هذا في فبراير 2012 هذا لا يغفر اللي يعرف تاريخ معنى المقاومة العربية أمام العدوان ما يعملش عمال منه هذا ولذا عودت العلاقات مع إخواننا في سوريا اللي بدأت بعد تولي الباجي قايد سبسي رئاسة الجمهورية مطلع سنة 2015 فوزير الخارجية طيب بكوش أسرع منذ شهر أفريل 2015 إلى إعادة أقل ما يمكن فتح قنصلية وفتحنا قنصلية شنوالي كان يمنع وقتها بيش نعودو نرجعوا العلاقات ويكون فما سفارة من جانبنا ولا من جانب السوري كانت المشكلة المرلمة اللي نزلناها على أخواننا في سوريا على لسانهم على الأقل البرلمانيين اللي استقبلوا الوفد البرلماني اللي مشاه استطلاعا معنى سعي إلى معنى تمهيد إعادة العلاقات الذاك الوفد البرلماني التونسي التونسي بعد ما فتحنا القنصلية لأسباب قاهرة نجمونا نجعولها بعثنا وفد برلماني واستقبلوه البرلمانيين في سوريا وقالولوا اللي عملته تونس معانا من عام 2012 من توقعوش من دولة تونس احنا نعرف تونس كانوا مستئين معنى أدركوا المظلمة والقصوة اللي صدرت من تونس وعلى لسان الزمالي يعني البرلمانيين السوريين الذاك يقولوا لو كان من دولة أخرى نغضو الطرف أما مش مع تونس لأننا نقدروا الشعب التونسي ونعرفوا مكانته معنى اللي عملوا معنا ما هوش مقبول بحيث لما واتت ونجمنا نستعيد العلاقات ديبلوماسية وزارنا وزير الخارجية السوري رحبنا بذلك في العمق وعطينا درس لأعداء الشعب الأمة العربية اللي سعاوا إلى القضاء على النظام السوري وعلى الدولة السورية ويحن أصدقاء سوريا معنى هذا كالعماء السياسي اللي من سوء الحظ اللي من سوء الحظ وقعنا فيه عام 2012 و2016 والحمد الله تخلصنا منه بوسائل سياسية ولما أمكن استعادة معنى الذات التونسية استعدناها وارجع على الباجي قايد السبسي ورجعنا إلى معنى الذات التونسية داخلا في سياستنا الداخلية والخارجية يقال يقال بأنه في الفترة هذيك في 2015 لو اعتذر الباجي قايد السبسي رسميا لسوريا لعادة العلاقات كليا صحيح هذا ولا ممكن الإخوان في سوريا وقالوا ما قالوا معنى اللي هنا باش نستنعوا شوية الإجابة من عند سيد أحمد ونيس تليفون سيد أحمد ونيس دونت قاعدين نحكي وعلى عودة العلاقات للتونسية السورية وسؤالي ليك سيد أحمد ونيس الدبلوماسي والسفيرة السبق لو اعتذر ممكن وقتها كان المطلوب من الباجي قايد السبسي الاعتذار هذا اللي وصلوه البرلمانيين اللي مشاوا كما نقول وحنا يقيسوا يشوفوا شنو الأمور يجسوا نبض ياخذوا في الجو كانوا مشاوا يسعوا باش يشوفوا شنو الأمور تبقوا وديت اخوا تليفون من سيد أحمد ونيس نشوفوا كيفاش نتصرفوا هذي ذروف المباشر كما يقول صديقنا عبد الرزق الشابي العفو فما حتى مشكلة سيد أحمد ونيس اي الوفد الباللماني اللي مشي لسوريا وقتها المفهوم معنا ما كانش عندي صيلة مباشرة معهم لكن أنا أبلغني معنا الأخ طيب بكوش إذاك وسيل باجي قد سبسي وزيل الخارجي يا وقتها سي طيب بكوش وكذلك سيل باجي قد سبسي لأني رحبت بفتح القنصرية شو قل لك الرئيس المرحوم الباجي قد سبسي وقتها الله يرحمه سيل باجي لكن من شي يم تلاميذ لحبيب بورقيبة الدولة التونسية ما تقدمش اعتقار نطويب الصفحة وبقدر ما أعزمنا بطي الصفحة واخذينا أحنا المبادرة وأشعرنا الطرف ثاني بوعينا بالحالة الصعبة وضرورة استعادة العلاقات بالنسبة لنا لكن الاعتبار لم يكن وين ذا من البيجي قايت سبسي هدك هدك أقصى ما ممكن تعمل الدولة التونسية ما نمشوش أكثر من هذا تلاميذ لحبيب بورقيبة ما يقدمش الاعتدار بيجي قايت سبسي ما يقدمش الاعتدار وعادت اليوم العلاقات الدبلوماسية دون أن يقدم قيس سعيد الاعتدار سيدا حمدونيس اتطورت الحالة بالنسبة للظروف تغدد المظالم اللي نزلت على إخواننا في سوريا وسوريا استعادت عودها وقواء من جديد يجب أن نقوله بفضل استدراك الدول العربية الخليجية اللي ظلموها وبفضل تدخل روسيا مع سوريا ودافعت ودافعت عليها بالدم وبالرصاص بالرغم من طرقات إسرائيل وتركيا على سوريا فبعدما فرج الحال على إخواننا في سوريا اتطورت الأمور وانضجنا من الجانبين وإحنا في تونس وعيين بمرارة معناها القصوة اللي كانت من جانبنا ضد إخواننا في سوريا وكنا مستعدين لمعناها ضم الجرح وهذا بينه الباجا السورية سلامتها وإن شاء الله تسلم نهائيا ما زالت الحالة صعبة بالنسبة إليهم أصبحت معناها أصبحت تطبيع أمر معناها ضروري مع سوريا وعلا